وكأنهم لم يفهموا رسالة المتظاهرين أو لعلهم فهموها وتجاهلوها لاجئين إلى توليفة جديدة تشكل من منظومة الفساد نفسها في محاولة لاحتواء الحراك وتخدير الشعب مرة أخرى الكتل النافذة وعلى رأسها تحالفا الفتح وسائرون ممثلين بمقتدى الصدر وهادي العامري يتحركان للإطاحة برئيس الحكومة عادل عبد المهدي وتشكيل حكومة جديدة هذا الحراك السياسي جاء بعد أن اتضحت ملامح انتفاضة تشرين ونضجت مطالبها ووصلت إلى طريق لاعودة إلا بتغيير جذري يشمل إسقاط منظومة الحكم شكلا ومضمونا تقديم عبد المهدي قربانا لمذبح العملية السياسية لم يعد يجدي نفعا ولن يوقف الحراك إذ أن مصائب العراقيين لا تقتصر على الحكومة الأخيرة فساد متراكم منذ 16 عاما شاركت به كل الأحزاب التي تبدل أسماءها وشعاراتها وتقفز من مركب إلى آخر لتضمن استمرارها في حكم البلاد التظاهرات الحالية ليست احتجاجات من أجل مطالب ترفع إلى جهة معينة والشعب غير معني إن سمعها مقتدى الصدر وهادي العامري أو لم يسمعوها أي حراك سياسي للالتفاف على الانتفاضة محكوم عليه بالفشل قبل اكتماله لأن المعضلة الكبرى في العراق تكمن في ثلاث ركائز كما يرى مراقبون الاحتلال الإيراني والأمريكي ونظام المحاصصة والأرضية السياسية وبدون إزالة هذه الركائز سيبقى واقع العراق كما هو الآن الظرف الزمني والسياسي لانتفاضة تشرين جعلها عصارة الحراك الشعبي العراقي ضد السلطة وجعل مطالبها ملخصة لجميع الحلول لذلك نادى المتظاهرون بإسقاط النظام لا إسقاط الحكومة